الشكل الفراغي للجزيئات يكون ثلاثية الأبعاد وذلك من أجل الوصول إلى أقل قوى تنافر بين الذرات جزيء الميثان المكون من ذرة كربون مركزية محاطاً بأربع ذرات من الهيدروجين ترتبط مع ذرة الكربون بروابط تساهمية يكون شكله الفراغي رباعياً والزاوية بين كل رابطتين تقدر به مئة وتسعة ونصف درجة وذلك للتحقيق أكبر مسافة بين الذرات وتقليل قوى التنافر بين الذرات وبذلك تحقق أكبر ثبات للجزيء في حالة جزيء نشادر المكون من ذرة نيتروجين مركزية محاطاً بثلاث ذرات هيدروجين وزوج من الإلكترونات الحرة غير المرتبطة فإن الشكل المتكون يكون رباعياً أيضاً ولكن تتقلص زاوية الرابطة من مئة وتسعة ونصف إلى مئة وسبعة نتيجة تنافر زوج الإلكترونات الحرة على الروابط التساهمية في حالة جزيء الماء المكون من ذرة أكسوجين مركزية محاطاً بذرتي هيدروجين وزوجين من الإلكترونات الحرة غير المرتبطة فإن الشكل المتكون يكون رباعياً أيضاً ولكن تتقلص زاوية الرابطة من مئة وتسعة ونصف إلى مئة وأربعة نتيجة تنافر زوجي الإلكترونات الحرة مع الروابط التساهمية اشتركوا في القناة